يواصل لمعرض تراثنا للحرف اليدوية وتراثية فعالياته تحت رعاية سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمركز مصر للمعارض الدولية بمنطقة التجامع الخامس في القاهرة ويأتي سنظيم معرض تراثنا تنفيذا لتوجهات الرئاسية بالاهتمام بقطاع الحرف اليدوية والتراثية انطلقت فعاليات الدورة الخامسة لمعرض تراثنا 2023 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي دورة جديدة للمعرض تشهد مشاركة ست دول عربية وذلك تماشيا مع رؤية الدولة المصرية الهادفة لتعزيز التعاون والروابط المشتركة بين الشعوب العربية ويتيح معرض تراثنا فرصة مميزة لفتح نوافذ تسويقية لأصحاب المشروعات الصغيرة خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والانفتاح على أسواق تصدرية جديدة حيث يستضيف المعرض المملكة العربية السعودية والإمارات والأردن والبحرين والجزائر وتونس وذلك بأجنحة مميزة احنا تواجهت لنا دعوة كريمة للمشاركة في هذه المعرض تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحبنا نشارك لما لا أهمية للحفاظ على الحرف اليدوية والعاملين عليهم ونظامان الاستمرارية فيها مشاركتنا اليوم في معرض تراثنا للحرف اليدوية مشاركة نفتخر فيها ونحن من ضمن الفرق التراثية الموجودة في دولة الإمارات لنعبر عن نوع من أنواع التراث أو الفرق الشعبية الموجودة في دولة الإمارات من ضمن مشاركتنا في هذا المعرض ومن المقرر أن تستمر فعليات المعرض لمدة أسبوع بمركز مصر للمعارض الدولية بمشاركة أكثر من ألف عارض من مختلف محافظات الجمهورية حيث يضم المعرض عددا كبيرا من المنتجات التراثية واليدوية والفنية لأصحاب المشروعات الصغيرة لأكثر من ثلاثين قطاع تراثية دي مش أول مشاركة لنا في معرض تراثنا احنا شاركنا في كل المواسم اللي فايتت والسنين دي طبعا مختلف بفتاح السيد الرئيس الصبح لنا وتشريفه لنا المعرض كمان الشغل مفسوطين جدا أنه مش يعني المصريين بس كمان أن احنا بقينا نصدر لأكتر من مكان برى مصر بالنسبة للحليه أنا بقدم له الحضارة المصرية معظم ديزاين بتاعي من الحضارة المصرية وبقوله أن احنا كمصريين نقدر ننتج حاجات أقوى من برى يعني من أي دولة تانية بنتكلم عن نفسنا أنا بقى من التصميم بتكلم عن الحضارة الفرعونية بتكلم عن التراث المصري مجهود ضخم وباين فيه حتى واحنا دخلين التنظيم والمجهود المعمول في التحضير للمكان بالنسبة لعرضين أعتقد أن دي فرصة هيلة خاصة العرضين المصريين لأن احنا يعني أنا بداية الدخلة بالصدفة من البوابة كانت الدول العربية الشقيقة عرضين حاجات جميلة بس أنا لما حضرت السنة اللي فاتت يعني بكل تأكيد إحنا الإخراج بتاع عرض المعروضات والتحضير والتجهيز بيبرز قد إيه موجود إح محطوط في الحرف بتاعتنا اليدوية على أعلى مستوى ويحرص جهاز تنمية المشروعات دائما على استضافة الدول الشقيقة في معرض ترافنا بشكل دوري ليصبح المعرض تجمعا إقليميا يضم عددا كبيرا ومتنوعا من المنتجات الإبداعية والعروض الحيئة التي تعبر عن الثقافات المختلفة للشعوب العربية